تبقى مواجهة الإرهاب والقضاء عليها واحدة من أكبر المهمات العالقة أمام العالم والتي سيتوجب عليها التعامل معها خلال العام الجديد وكان تقرير مؤشر الإرهاب الدولي الصادر نهاية العام الماضي قد أشار إلى عدة محاور ستحدد مسار المواجهة المستقبلية مع الإرهاب وتهديداته فكيف يمكن أن تسهم هذه البيانات والمعلومات في الحد من تلك الظاهرة نتابع طبعا معنا الآن في الأستوديو مدير أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد الاقتصاد والسلام سيرج ستروبانس أهلا بك سيد سيرج ستروبانس نود أولا أن تعطينا نبذة عامة عن نتائج هذا المؤشر التي توصلتم إليها فيما يخص عام 2019 لتكون مدخلا يمكن الاستفادة منه عام 2020 نتائج مؤشر الإرهاب العالمي يحمل أخبار سارة ومحزنة النبأ السار هو أنه 15% تراجع في عدد الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية وكذلك هناك ارتفاع في العدد من الدول المتدررة بالعمليات الإرهابية لذلك هذا يعكس أن هناك تقلص في الوفيات لكن في الوقت نفسه ظاهرة الإرهاب ما تزال تنتشر ما الأسباب برأيك؟ هل هي الأيديولوجيات أم السياسات للمجتمع الدولي؟ أعتقد أن الأمر يتعلق بمزيج بين الاثنين رأينا في الماضي أن هناك تحالف دولي لمحاربة داعش وكذلك محاربة بوكو حرام في نيجيريا هذه المبادرات أظهرت أن تدخل العسكري إلى جانب تدابير محلية لمحاربة الإرهاب لها أثر إيجابية لمحاربة الإرهاب كنا جيدين في هذا الأمر وفيما يخص تعاطي مع الأيديولوجيات التي تؤجج العمليات الإرهابية لم نقم بعمل جيد في هذا الإطار ولذلك هذه الأيديولوجيا ما تزال تنتشر وتؤثر على العديد من الدول نود أن نذكر من يشاهدنا بأعلى الدول مستوياتا في تصديرها للإرهاب أو العناصر الإرهابية عندما نأخذ الخمسة الأكثر للإرهاب منذ 2003 هي أفغانستان وبعد ذلك العراق وسوريا وباكستان وفي هذه الدول فقط أفغانستان ونيجيريا تحدث فيها حوادث أكثر بالمقارنة مع السابق وكذلك في أفغانستان رصدنا أن هناك ضحية من كل ضحيتين العام الماضي سقطت في أفغانستان إذن دولة واحدة تحوي العديد من الضحايا 50% أو أكثر هل ما سأل سيد سيرج ربط الإرهاب بدنيانات محددة كالإسلام مثلا يتم ربط الإرهاب بالإسلام خلال دراستكم ما هي المؤشرات في هذا الإطار نحن نعمل مع قاعدة بيانات الإرهاب العالمي والتي هي مطورة من قبل الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والردود المصممة لمواجهته وهي تحدث عن أربعة أشياء الحوادث والضحايا إصابات وقتل وبالإضافة إلى هذا المنشآت التي تتدرر بما يخص الحوافز هي مختلفة ومتنوعة والعمر يتعلق بالمكان الذي يستهدفه الإرهاب إذا ندرنا إلى الغرب مثلا سنجد أن هناك عنف سياسيا وشعبوية ما تزال دافعا قويا لاستخدام الإرهاب أكثر من الدين وبطبيعة الحال في الأماكن المتدررة بالإرهاب صحيح أن هناك رؤية وتأوين معين للإسلام أو الإسلاموية هو في قلب هذه الحوافز والتي تؤدي إلى الإدرار بالمستمعات وكذلك هناك بعض الأماكن مثل شرق الأوسط وساحل أفريقيا طيب طريقة معالجة الإرهاب الآن وفق هذا التقرير برأيك أين ينبغي التركيز وفق نتائج هذا الاستطلاع أو هذا المؤشر الجديد لعام 2019 أين يجب على الدول تركيز جهودها كما قلت لكم علينا أن نستحضر أن الأسباب الجدرية للإرهاب متعددة 98% من الحوادث الإرهابية تحدث في بؤر النزاع والدول التي فيها نزاعات لذلك الإرهاب السياسي ضد السكان هو بين أبرز الأسباب إذا نظرنا إلى الصعيد العالمي نجد أن تقليل استخدام العنف في النزاعات وكذلك تقليل استخدام الإرهاب السياسي ونحن جيدون في الفرص على أن لا يكون هناك تنفيذ العمال الإرهابية بشكل تقليدي لكن لا أحد يمكن أن يتنبأ بمتى يحدث وأين يحدث هذا الإرهاب ورذلك يمكن أن نعزز السلام وفي نفس الوقت أن ننظر إلى المجتمعات وقدرتها على التعافي وكذلك منع المظالم من الحدود في المجتمعات حتى لا يكون هناك عنف في هذه المجتمعات فيما يخص الجماعات الإرهابية كداعش وغيرها هل ترى بأن وطيرة التجنيد اختلفت؟ ما مستويات التجنيد الآن إذا قارنناها بما كان يحدث سابقا إن كان من شمال إفريقيا أو من أوروبا أو دول شرق آسيا الأيديولوجيا ما تزال موجودة وما تزال تلهم الأفراد وأتحدث عن داعش والشباب والقاعدة وجمعات أخرى الذي هو غير موجود هو نجاح داعش الذي كان صادما وجذابا للعديد من الشباب لكن داعش اختفت لكن الأيديولوجيا ما تزال موجودة وحية هل تأخذون بعين الاعتبار أيضا الميليشيات المرتبطة بإيران وهي ميليشيات إرهابية أيضا إن كان في العراق في سوريا في لبنان في اليمن هل تأخذونها أيضا على محمل الجد حين تقومون باحتساب ربما منصوب الإرهاب في العالم بدعم إيراني ما نفعله هو تعريف الإرهاب نحن نركز على الفاعلين من غير الدول لا ننظر إلى الدول ولذلك في هذا المعهد للاقتصاد والسلام الذي يصدر أيضا مؤشر السلام ننظر إلى كل أشكال العنف الموجودة في العالم وإذا ضمننا ذلك في هذا المؤشر فإننا سننتجه كل سنة في اليونيو هل تتحدثون أيضا عن التمويل؟ هل تبحثون عن طرق تمويل هؤلاء؟ ما الذي يمكن أن تفيدنا به سيد سيرج في هذا الإطار؟ يعني على الرغم كل المجهود الدولي ما زال هؤلاء يصلون إلى موارد تمويل يعني إن كان عن طريق الحقول النفط التي يسيطرون عليها أم عن طريق دول تدعمهم بالمال؟ نعم هذا أيضا نفعله قبل بضع سنوات أحد المؤشرات وخصوصا في ذروة نهود داعش كان هناك ميزانية لديهم بمليار دولار سنويا وكان هناك بعض الممويلين الذين يقدمون التمويلات من مختلف أنحاء العالم ناس يبعثون أموالا لداعش وهناك 25% من ميزانيتهم كانوا يجلبونها من الضرائب والجبيات التي كان يفرضونها وكانت لهم خلافة والتبرعات الأخرى كانت لديهم من بعد الكيانات المادية نحو 5% شكرا جزيلا لك سيرج ستخوبانتس مدير أوروبا والشرق الأوسط والشمال إفريقيا في معهد الاقتصاد والسلام لوجودك معنا في سكاينيوز عربية شكرا شكرا شكرا